بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء احنا اظلنا الانوار والبركات وعن نبتدي نستعد لأعظم هبة الله سبحانه وتعالى وهب بيها هذه الامة في الايام والليالي عن استقبال رمضان واستقبال رمضان كان الصحابة بيعدوله ستة اشهر بس احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نستعد رمضان قبليه بعدد من الايام نحاول بقدر الامكان ان نستعد الرمضان وفي ناس كتيرة بيستعدوا الرمضان بطرق متنوعة من الطرق اللي احنا نستعدلها الرمضان ان في حد يستعد ببرنامج ضخم للرمضان ليه؟ هو الشخص ده وتعايز يحصل اكبر عدد وكم من الحسنات في رمضان عشان يبدو انه هو ناوي يبقى عنده رصيد عند الله انا مش بقول ان الطريقة دي هي طريقة الذين يتعاملون مع الله بالرصيد بس الطريقة دي انا فاكرها فاكرها ان مسألة البرنامج المتخم اللي بيكون في رمضان اللي ما بيديش الانسان وقت ان هو يذوق يذوق الحلاوة ورمضان اول ما بنسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله في ايام ده لكم لنفحات على طول بنتذكر رمضان على طول ما عرفش ليه؟ يمكن عشان النفحات عشان ولا خلوفه فمس صائم اطيب عند الله من ريح المسك احتمال بس رمضان هو شهر النفحات هو شهر العطايا الجسام عشان فيه ليلة القدر نعم عشان فيه ليلة القدر عشان فيه هذه الايام العش اللي احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكون مع الله فيها رمضان كله نفح رمضان كله نفح لان الامم قبلنا صامت وعبدت لكن الله سبحانه وتعالى خبأ لنا رمضان كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعطيتوا خمسا في رمضان يعم يعطوننا احد قبلي رمضان كله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كله نفحة من الله سبحانه وتعالى كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلينا نقول شوية حاجات كده واحنا بنستعد في رمضان وكأننا بنحط شوية قواعد او شوية اصول واحنا بنشتغل في الاستعداد لرمضان اول حاجة اول قاعدة احنا عارفين هذه السلاثية المباركة اللي هي ثلاثية ماذا؟ عندنا ثلاثة ثلاثيات كده الثلاثية الأولى بتقول إيه؟ إن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عطق من النار وبرضه رمضان إذا جاء رمضان حصل إيه؟ فتحت أبوابه الجنة وغلقت أبوابه النيران وصفضت الشياطين إيه حكاية الثلاثيات دي؟ وكأن الثلاثية الأولى الثلاثية بتعمل حاجة والثلاثية الثلاثية بتدعمها إغلاق أبواب النيران وفتح أبواب الجنة وتصفيد الشياطين يعني إيه؟ بنغلق أبواب الوساوس ونفتح أبواب الوصال ونغلق أبواب الجفة طيب تعالوا نروح كده إيه اللي حاصل؟ رحمة يعني وصال مغفرة بنقطع الجفة وعتق من النيران كمان بنبعد كل شيء يمنعنا من الوصول إلى الديان سبحانه وتعالى فالسلاثية لتفتل حاجة تانية إن السلاثية دي سلاثية الرحمة والمغفرة والعتق من النيران وسلاثية فتح أبواب الجنة وتغليق أبواب النيران وتصفيد الشياطين أنا شايف السلاثية تانية دولة بيشوروا على حاجة إن رمضان دايما عامل زي الميزان بيجلب للإنسان الاتزان بيخلي الإنسان دايما بيحاول إن هو يكون متزن ولذلك إحنا نجهي التعاملنا مع رمضان السنة دي اللي إحنا بنقترحه على أحبابنا إن رمضان السنة دي يكون رمضان الاتزان طب ليه اخترنا إن رمضان السنة دي يكون رمضان الاتزان إحنا عندنا معاناة شايفينها عند الناس الناس كتير من الأحوال الاستثنائية اللي هم عاشوها في السنوات السابقة وكمان الحالة الاستثنائية اللي موجودة في العالم كلها محتاجة للإنسان يراجع اتزان ويراجع منعته النفسية وعشان كده إحنا اخترنا إن رمضان السنة دي يكون بنكهة الاتزان طبعا نعمل إيه عشان نتكلم على ده وإحنا بنقترح على الناس إزاي يمشوا في رمضان ويبقى بنكهة الاتزان السنة دي إحنا بنقول لهم إحنا في حياتنا إذا كنت عايز تتزن فأنت لازم تتعامل مع ست مجالات في حياتك إحنا عايزين الاتزان الحياتي الاتزان الإيه؟ الحياتي مش الاتزان في العمل ولا الاتزان في تعاملنا مع نفسنا ولا الاتزان مع أسرنا عايزين الاتزان في حياتنا كلنا ودي فرصة ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها واللي تصيبوا نفحة من نفحات مولانا سبحانه وتعالى حياته كلها تتملي نور وبركة فتعالوا نشوف احنا نتكلم عن إيه نتكلم عن ست مجالات في حياتنا المجال الأولاني هو ذاتي أنا ذاتي وإزاي أنا هتعامل مع ذاتي وإزاي ذاتي تكون متزنة المجال الثاني أسرتي يبقى أول حاجة ذاتي تاني حاجة أسرتي أسرتي سواء كنت متجوز أو مش متجوز سواء كنت شخص كبير أو شخص صغير كل ده أسرتي الحاجة التالتة عملي العمل اللي أنا بقوم به حتى لو كنت طالب ما الطالب ده أتعامله أنه يطلب العلم وأنه يدرس بعد كده علاقاتي علاقاتي بمن حولي بالأصدقاء بالزملاء بالأحبة الحاجة الخامسة المستقبل المستقبل يعيكون شكله إيه وأفكر فيه إزاي حاجة السادسة هي السعادة ويبقى فيه سؤال أساسي هل إحنا متزنون؟ هل نحن متزنون؟ وهنتكلم في أثناء رمضان وإزاي نساعدكم في ده فيه خمس معايير للاتزان متخدة من أحاديث رسول الله سلم ومن الكتاب العزيز الخمس حاجات اللي أنت لو عملتها تكون متزن أول حاجة ما تعملش حاجة غير لما يكون لها جدوى إنما الأعمال هو بالنيات لازم الحاجة تكون لها جدوى يعني لها هدف تاني حاجة الجدية يعني إيه الجدية؟ إن الشخص يكون جاد فيما يقوم به ولذلك كان حضرة النبي يعوذ بالله من العجز والكسل جدية بعد كده الجودة لازم الواحد يبقى إيه؟ أي عمل بيعمله إذا كان متزن لازم يكون فيه جودة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ولازم يبقى فيه جدارة يعني إيه لازم يبقى فيه جدارة؟ لأن قيمة المرء بيما يحسنه قيمة المرء بيما يحسنه اللي عنده جدارة خامس حاجة وآخر معيار من معايير الاتزان اللي هي لو موجودة يبقى إحنا متزنين الجمال إيه دا؟ دا خمسة جيم أول حاجة الجدوى تاني حاجة الجدية تالت حاجة الجودة رابع حاجة الجدارة خامس حاجة الجمال والجمال بقى إحنا جبناه من إيه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني لازم يبقى فيه جمال يبقى دولة خمس معايير للإيه؟ للاتزان إذا هما موجودين إذا كنت أنا دايما إذا عملت حاجة فأنا ببص في جدوها إذا عملت حاجة لازم أعملها بجدية إذا أنا عملت حاجة لازم تكون ليه علاقة بالجدارة اللي عندي إذا أنا عملت حاجة لازم يكون ليها جودة إذا أنا عملت حاجة لازم تكون فيها جمال يبقى أنا كده إنسان متزن طب تعالوا نشوف بعض الأفكار اللي احنا ممكن نقدمها للاتزان في المجالات الستة بتاعنا أول حاجة الاتزان في ما يتعلق بالنفس ما يتعلق بالذات عندنا ملفين أساسيين عايزين نكرسهم في الناس أول حاجة الاتزان ما يمكن نسميه الاتزان الصحي الناس أصبحت مهملة في حياتها مهملة في صحتها وهذه الصحة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مقبون فيهم وكثير من الناس الصحة والفراغ الصحة دي دي وديعة ونعمة من ربنا وإحنا يبدو إن احنا ما نشكرهاش هزين نهتم بصحيتنا كتير قوي قوي هذا من الاعتمام بصحيتنا بينعكس على كل حياتنا أنا واحد بالناس واخد قرار إن أنا هتم بصحيته في رمضان مش بس عشان المرض المزمن اللي عندي لكن لا أنا مهتم بصحيته في رمضان عشان حية تاني خالص عشان أنا ناوي إن رمضان ده يكون فتحة خير علي وأرجع مرة تاني أعمل الأعمال اللي أنا بحبها ومفيش حاجة تنقص مني عشان أشكر الله على نعمته وأنا قلبي مليء بالنور يبقى أول حاجة الاتزان الصحي الاتزان الصحي أنا آسف جدا بقى متراجع حاجة تاني الاتزان النفسي أنا هتكلم بس بأفكار عامة إزاي نقدر نعمل كده الاتزان النفسي وأنا مش هنتكلم على الاتزان النفسي في حاجات كتيرة الاتزان النفسي إحنا عندنا مشكلة إحنا بقى عندنا بسبب كورونا وبسبب الأشياء مثل هذه فيه أنواع كتير جديدة من الكآبة والاكتئاب منها حتى الاكتئاب ما بعد كورونا عندنا حاجات كده كتيرة فإحنا فيه لغبطة في المناعة النفسية حصلت في قلوبنا فإحنا عايزين نجدد المناعة النفسية أنا شايف أن أنا ممكن أقترح عليكم في هذا السياق في التعامل مع المناعة النفسية والصحة النفسية ومع التعامل مع زواتنا وإحنا زواتنا خمس حاجات زواتنا فيها الجسد والعقل والقلب والروح والنفس خمسة فإنا أقتر بس في الجسد قلنا نتم بالإيه بالاتزان الصحي الاتزان الصحي نأكل باعتدال مبلاش نبالغ لأن للأسف كتير من الناس في رمضان بتسوق حالتها الصحية بسبب المبالغة في أكل السكريات والمبالغة في الأكل بعام فيزداد السمنة ويزداد تعرضهم للأخطار التي تتعلق بالصح أما الجانب النفسي بقى في زواتنا فأنا شايف أن احنا محتاجين نرجع لحاجة تانية عايزين نهدى عايزين نرجع تاني إلى السكون والهدوء فأنا شايف أن احنا ممكن نتكلم على خلوة خلوة قبل الفطار خمس دقيقة كده أو عشر دقيقة قبل الفطار خلوة كده نهدى فيها نناجي الله سبحانه وتعالى وأنا أكلم من الله وهذه كانت من أعادات الصحية الموجودة لدى الناس وبطروا يعملوها الخلوة دي تعمل إيه؟ تعمل امتلاء نفسي وتعمل هدوء وتعمل سكينة فالخلوة دي لما تيجي قبل الفطار وتعملها تيجي لما تيجي تاكل تجد للأكل فيه إحساس بنعمة ربنا فلما تقول كده الحمد لله لدي أطعمنا وسقانا تحس كده أن الحمد لله إيه اللي حاصل؟ ابتلت العروق وذهب الزمأ وثبت الأجر إن شاء الله تحس كده ابتلت العروق العروق نفسها وكأن المياه نازلة بتزغرط فيها زي ما بيقولوا إيه الجمال ده؟ تحس بالنعمة وعشان كده إحنا محتاجين للاتزان ده الحاجة التانية للاتزان الأسري اللي لقتنا بقى بأسرتي أنا شايف إن إحنا لازم يبقى رمضان عنده شعار رمضان باب التوافق مع الأحباب يعني إيه؟ زي ما كان الناس بيخلصوا على خلافتهم في رمضان إحنا عايزين يزود التوافق في الأسرة ولزي كان عقول حاجة خلينا نعد على الفطار طبعا نعد ربع ساعة وإحنا بنتكلم بنتكلم على الفطار للتقارب ربع ساعة قاعدين على الفطار للتقارب أنا بقترح اقتراحات بسيطة لأن أنا بقول أفكار يبقى ملف في الأسرة ده أنا عايزين نتكلم إحنا مع بعض في الأسرة ربع ساعة وإحنا بنتكلم على الفطار أنا نصيحتي ما نشاهدش حاجة قد ما إحنا نتكلم نتكلم في إيه؟ عن نتكلم في حاجة لطيفة قوي قوي عن نتكلم في قد إيه إحنا محتاجين بعض قد إيه إحنا محتاجين نحب بعض نقول لبعض كلام حلو ربع ساعة طب أقول لكم كده ليه؟ لأن أنتوا فاكرين حديث الرسول الله عليه وسلم أن الطاعة في رمضان الطاعة في رمضان ما له يسيد الطاعة في رمضان الفريضة في رمضان كسبعين فريضة في ما سواه والسنة في رمضان كفريضة في ما سواه كدتروا بقى إيه؟ هذا أنتوا منظورين دلوقتي فإن لحصل؟ أكدتروا الكلام مع بعض الكلام الحلو فاعبودوا الله بالكلام الحلو كل يوم واحد يجي يقول تعبيره عن أديه هو بيحب أهل بيته وقد إيه هو بيحتاج أن هما يبقوا جنبوا دايما هتجد حاجات كثيرة بتدوب وبتذهب وما تبقاش موجودة في محوط الأسر وإيه اللي حاصل؟ يبقى كده كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعيتي يبقى دون نوع من أنواع الرعاية وخاصة أنت بنا اخترت لحظة وقت الفطار ليه؟ عشان وقت الفطار ده منظور ممكن إحنا ودخلين على الفطار أن الصائم له دعوة مستجابة عند الفطار فيدعوه وأهله وأحبابه نيجي بقى للعمل عايزين في العمل بقى يبقى عندنا هدف في العمل في رمضان وأفضل وقت ممكن نستهدف بيه ده أن نتخلص من فكرة أن العمل عبق نتخلص من فكرة أن العمل عبق إزاي؟ بحاجة بسيطة قول بفلسفة الخدمة إيه فلسفة الخدمة دي؟ إن أنا أساعد حد من الزملاء كل يوم وأتداول مع المعلومات والمعرفة يعني أقول له على حاجة بقوة مش يقدر يعملها يعملها دي هذه صدقات في رمضان ربنا يجعلك الفريضة يبقى أنت لو عملت الكلام ده هتحس بطعم جديد لرمضان هتحس بطعم أن أنت تغير حالك في رمضان هتحس أن قلبك تغير في رمضان يبقى أننا ندلت تلات حاجاتهم يبقى أول حاجة أنت وذاتك خلي بالك من الاتزانك الصحي ونخلي بالنا من أدويتنا ونخلي بالنا من الحاجات ولا نبالك في الأطعمة لأن رمضان ده لازم نشكر نعمة ربنا على الصحة بأن احنا نكون عندنا اتزان صحي وفي نفس الوقت عندنا اتزان نفسي قلنا ناخد عشر دقايق خلوة كده قبل الفطار مع الله سبحانه وتعالى وبعدين جينا في الأسرة قلنا نزود الكلام الحلوة نقعد ربع ساعة على الفطار نتكلم مع بعض إزاي احنا بنحب بعض وممتنين لبعض وده شيء مهم جدا جدا على الفطار تالت حاجة كان الكلام على العمل وقلنا نتخلص من فكرة العمل بالخدمة كل يوم اخدم حد بقلب صافي وتبادل معه المعرفة لو قرأت حاجة في إدارة أي ملف من الملفات قل له الكلام ده نيجي بعد كده لعلاقات أنا شايفة أن انت في رمضان عندك فرصة أن يبقى عندك هدوء نفسي قيم علاقاتك وزي ما بتصوم وبتمسك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج تخلص كمان من العلاقات المسمومة يعني انت في رمضان لو انت عندك علاقة مسمومة بتستهلك تخلص منها زي ما تتخلص من السجاير وزي ما تخلص منها تخلص من علاقات المسمومة تخلص من علاقات اللي فيها خيانة تخلص من علاقات اللي فيها أزية تخلص من علاقات اللي فيها لف ودوران تخلص من علاقات دي تخفف هتقدر اللي خليك قدرت تتصوم هتخليك تقدر تتخلص من علاقات دي ومن حسن إسلام المرء تركه ملاعني رمضان ده شهر ايه فإنه لي العلاقات المسمومة دي تأخذك من الله فإذا كنت تريد أن تكون مع الله وتكون لله وحده سيبك من علاقات المسمومة نيجي المجال الخامس وملف الخامس في حياتنا هو ملف المستقبل عايزين نزود التفاول عايزين نزود التفاول والأمل بأن احنا نعيد صياغة أهدفنا وأحلامنا في كل ملف من ملفات كل خمس أيام نأخذ ملف أنا ملف مع ذاتي والله أنا ناوي إن شاء الله أن أنا أخذ رسالتي أعملها في رمضان اشمعنا في رمضان زي ما منخرج زكتنا في رمضان نخرج أحلامنا في رمضان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبير رمضان ده شهر مبارك فعشان كده خرج أحلامك في كل ملف في ملف ذاتك وملف أسلتك وملف العمل وملف كمان العلاقات وملف المستقبل وملف السعادة كل خمس أيام حط راجع وصيغ أهدافك في رمضان عشان تكون مباركة بأنوار رمضان أما السعادة بقى فأنا عايزك تتضرب على ثلاث حاجات في السعادة عشان تبقى سعيد أول أبواب السعادة الرضا ورحت البال فعشان تكون مرتاح البال تعود في رمضان حاجة لطيفة هيساعدك فيها أن أنت بتبقى منهك وحاجات زي كده فهتساعدك على ثلاث عبادات لطيفة أو قوي العبادة الأولى هي التغاضي ما تلتفتش العبادة التانية أن أنت تشوف فضل الناس الآخرين تشوف ده زكي ده شاطر ده بتشوف ده ده حاجة مهمة جدا جدا الحاجة الأخيرة اترك الأحكام ما تحكمش على حد يبقى بالحياتي الست دولة اللي احنا ذكرناهم أنا متصور أن احنا ممكن يبقى عندنا عمل جيد في رمضان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينالهم رمضان بنفحاتي وأن احنا نكون غريقين في أنوار الله سبحانه وتعالى وأنا دايما بقول كده أن الله سبحانه وتعالى ما فتحش أبواب الجنة إلا عشان نكون على أخلاق أهل الجنة وما غلقش أبواب النيران إلا عشان نعرف أن ربنا دعمنا عشان نتخلص من كل قبيح إذا كنا عاجزين نعرف في الحقيقة أن نحن الدئي من أهل رمضان فتعالوا نتحل بكل مليح ونتخلص من كل قبيح ونحن في مأمن من هذا الشيطان الذي يهوسوس لنا فلم يبقى إلا أن نتعامل مع أنفسنا الأمارة بالسوء إن شاء الله معنا مدد ربنا لأن ربنا أدخلنا في حسنه في رمضان عندما قال فإنه لي يا رب اجعلنا خالصين لك واجعلنا في مأمن واجعلنا في سكينة واجعلنا ممن فازوا في رمضان واجعلنا ممن كتبت لهم رمضان في ميزان حسناتهم يا كريم يا رب العالمين اجعل رمضان اجعل رمضان لنا بابا من أبواب الاتزان حتى نذوق حلاوة الإيمان ونكون مع النبي العدنان بخير وسلام وغفران بعد الفاصل نلتقي عشان نجيب على أسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسروا فانتظرونا رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على فيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم ومنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها وأول سؤال وصلنا بيقول لو أني فيه شخص أذاني نفسية جدا جدا كده بالمادي كده عشان أعرف إن هو جدا كده يعني أهني وشتمني وجرحني جدا الشخص ده أنا بحسب عليه دايما وبقول يا ربي تقال له كل كلمة زي ما قال لي من أقرب الناس لي ويتردلوا اللي عملوا فيا دنيا وآخرة وأنا مش مسمحا لا حاول ولا قوة إلا بالله لأنه أذاني وكسر بخطري قوي هل أنا غلطانة أو عليها ذنب إني بقول كده للأسف الشخص ده ابن أبويا بس ولا كإني أخته ومن دمه وأنا مش مسمحا أنا شايف إن الزكاء في التعامل مع ده وخاصة إن إحنا داخلين على رمضان الزكاء في التعامل مع ده إن إنت إذا كنت مظلومة فأنت ليك دعوة مستجابة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال للظالم واتقي دعم وتلمظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب أنت وبتدعي كده أنت بتسأليني هل ده من حقي هل أنا أكون ظالمة لو دعيت على اللي ظلمني الجواب لا لكن ده مش هو ده أحسن حاجة مش أحسن تصرف لما تظلم أن أنت تدعي لظلمك أحسن تصرف لما تظلم أن أنت تدعي لنفسك لأن أنت لو دعيت على اللي ظلمك أنت بتجدد في كتيب من الأحيين ماذا أحزانك وأوجاعك واحد يقول لي طيب أنا بفرج عن نفس أن أنا أدعي على اللي ظلمني هو مين قال أن أنت ساعتها بتفرج عن نفسك أنت كده بتزود وأوجاعك وبتزود أحزانك الزكاء واستثمار الهبة الربانية هو يقتضي أن أنت تدعو لنفسك تقول اللهم إن فلان قد ظلمني فأسألك يا مولانا بكبرك لخاطري أن تجبر خاطري وأن تحقق لي أمنيتي وأن تحقق لي رجائي يا سلام وتسمى الرجاء ده فربنا يجبر بخطرك ويعطيك عطاء من لا يخشى الفاق ويطيب خطرك بأنه سبحانه وتعالى استمع لرجائك واستجاب لك لأنك في الحقيقة أنت في ماذا؟ في من قال عنهم مولانا أنا عند المنكسرة قلوبهم خلاص توكل على الله ويدعي نفسك فأنت سألتيني أعمل لنا بعمله ده حرام؟ لا مش حرام بس الأفضل منه إيه؟ لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم فالمظلوم إذا دعى على الشخص اللي ظلمه قالت أكاس وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم دعى شهرا على رعله وذكوان إذن لا يجوز الإنسان يدعى على اللي ظلمه ولكن إذا أردت الأحسن والأفضل استثمر الفرصة إيه؟ في أن تدعو لماذا؟ أن تدعو لنفسك أن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر السؤال الثاني بيقول إيه؟ دلوقتي أنا متجوزة بقالي سنتين ونص ولسه عارفة النجوز تجوز علي تجوز علي بعد جوازي بعد جوازي بسبعة شهر وأنا لسه عارفة دلوقتي يعني هو متجوز عليها بقاله هو بيقول إيه؟ أنا متجوزة بقالي سنتين ونص يبقى هو متجوز عليها بقاله سنتين إلا شهر وأنا لسه عارفة دلوقتي اتجوز واحدة عرفي وهي مدمنة مخدراته متبرجة ومشيها استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ووحدك بتكلمها عن فقطة مش كويسة خالص وهو قطع لورقتين بقاله شهرين وهي حامل في شهر وكام يوم هل الجواز ده حلال والطفل ده ابن حلال لا حاول ولا قوة تقالي بالله حديك بتسألي سؤاله هو المفروض يسأله مش انتي بيقول إيه؟ مع العلم مع العلم بقى إن البنت دي هي اللي جات قالتلي هو ما قال ليش وأنا مش عارفة أعمل إيه يا سيدنا الشيخ بص يا ستي أنا عايزة بس أفهمك إن إحنا كده بنتكلم في اتجاه مش هو المناسب أنا مش شبه الأخلاق دي أنا عندي أنا عندي 21 سنة وملتزمة بفضل الله في الصلاة وقيام الليل والذكر وقراءة القرآن والحمد لله وأنا عندي بنت ومش عايزة أتطلع عشان أتظلم وأنا مش عارفة أعمل إيه ممكن حددك تدولني على الطريق المستقيم طيب يا ستي أنا إيه اللي كان بيخليني وأنا بقرأ السؤال مش مقادر أستحمل لإن في الحقيقة أنت دخلت نفسك في أشياء وخليت إن القضية بتاع الجواز زوجك هي الست دي لا هي القضية أنت وزوجك القضية هي أنت وزوجك إيه حال معاملتكم مع بعض وكونوا تجوز بعد سبعة شهر بعد سبعة شهر ده معنى كده إن في خلافات أو في شيء حدث في أول الجواز أو إن هو تجوزك وكان مازال متعلق بهذه المرأة فالمسألة محتاجة أن أنت تعوضي مع زوجك تعوضي مع زوجك وتكلميه تكلميه إن واضح أن أنت موجوعة مش الحل أن أنت تتكلمي على أخلاق حد تاني خالص الحل أن أنت تتكلمي جوزك كلام من القلب وتقولوا لي له إحنا لو كان في أي شيء بيننا وخلاف ما محتاج يتحل تعالى نحله لو مش قادرين نحله نروح لأهلنا أو نروح لخبير يعمل كده لكن ما ينفعش خالص إن أنت تخلي قضيتك هي قضية الزوجة التانية اللي تجوزها زوجك خالص أمر التاني أنت بتسأليني على الجواز العرفي ده أو الجواز اللي حصل ده جواز حلال ولا حرام والولد ده ابن حلال طيب السؤال ده مش حضارك اللي تسأليه السؤال ده تسأله مراته مراته التانية ويسأله هو وأنا ما أقدرش أجاوب على حاجة زي كده إلا بالتفاصيل لازم أفهم التفاصيل هم أتجوزوا بأي شكل وأي طريقة عشان أفهم هم أتجوزوا ولا وهل هو فعلا تجوز عرفي ولا تجوز رسمي ومخب عليك فلازم فيه شوية تفاصيل نعرفها فمشان نقدر نجاوبك على السؤال ده غير لما نعرف التفاصيل ده وخلي زوج حضارك يتصل به وأنا أجاوبه على السؤال بكل أريحية أنت بقى بتقولي مش عارفة تعملي إيه أنا قلتلك أجليسي مع زوجك عندك ثلاث حاجات لازم تعمليها بشكل سريع أول حاجة تجليسي مع زوجك تاني حاجة والمهم أن أنت ما تبتديش تنغاصي حياتك وحياته بلاش تعتبري أن طريق الألام ابتدى وأن خلاص حياتك انتهت إيه وقت تعملي كده إحنا عندنا أساس في الإرشاد الزواجي بنقوله وفيما يتعلق بالتوافق الزواجي إن المشكلات الله خلق المشكلات عشان تحل بأكثر من طريقة ففي حلول كتيرة بس أنت تماسكي وحاولي أن أنت توصلي لحالة من حالات أن أنت تكوني مريدة للحل لأن أنت بتقولي أنها مش عايزة تطلق يبقى يردتك للحل أن أنت تكوني أنت وزوجك على قدر المسؤولة وتكلميه تكلميه عن أثر هذه الحالة اللي أنت فيها دي على حياتك على حياتك سواء على حياتك النفسية أو على حياتك الأسرية وتقولي له أن أنت متمسكة به تقولي له كده أن أنت متمسكة به مش هيتمنع قولي له أن أنت متمسكة به ده هيغير حاجات كتيرة في قلب ده بيغير حاجات كتيرة في قلب الرجل لما تقولي له أن أنت متمسكة به ده يلين قلبه لأنه قد يكون لجأ لأنه يتجوز مرة تانية لأنه حس أنه مش بطلك حس أنه أنت مش حريصة عليه فده مسألة تانية انا بقولك انت لان كنت اللي سألاني ما تجيش تقولي لي طب قوله حاجة هو لو سألنا انا اجاوبه حاجة التالتة اللي انت لازم تعمليها هو ان انت تدعي تدعي ان ربنا سبحانه وتكثر من الدعاء لان الوقت اللي انت فيه ده هو وقت تنزل الرحمات انت مش بتقولي كسر خطرك انا عند المنكسرة قلوبهم على طول ادعي ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من الركعات في كل سجدة من السجدات ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ويطيب خاطرك تالت حاجات انا قلتهم لك اول حاجة لازم نوعد ونتكلم تاني حاجة اوعي تعتبري اللي اللي حصل ده نهاية العالم عشان ما تعمليش اشياء غير محسومة ولان فعلا ده مش نهاية العالم ده ربنا سبحانه وتعالى يزو واسع تالت حاجة ادعي كتير ديكي والزوجك والاولادك ان ربنا والابنتك ان ربنا سبحانه وتعالى حافظ على اصولتك وليهمك الصواب ان شاء الله ولو حبيتي تفضلي وتشرفينها في مركز الاشهاد الزواجي ده هيكون حل لطيف عشان نتعامل مع المسائل دي بحكمة وبرشد السؤال اللي بعد كده سلامه عليكم لو سمحت يا شيخ جتتي كانت مريضة وكان في ناس بتسعيدها بعلاج كل شهر هي عشان كان ظروفها تعبانة كانت بتاخد مرتين بس العلاج والمرة التالتة بتبيع العلاج عشان هي كانت محتاجة تسدد ديونها وهي دلوقتي توفت فهي كده عليها زنب لا معلقات زنب لانها كانت محتاجة انها تاكل وتشرف خلينا اقولك ايه المخرج في ده المخرج في ده عشان بس ما تقوليش ان الكلام ده الدواء جزء من الدواء الاكل والشرب يعني لو هي ما يشواء ما عندهاش فلوس عشان تاكل وتشرف او تلبس ده جزء من يعني لازم الانسان يحافظ على جسد ويعني لو الانسان عنده برد عنده اي شيء لازم التدفق ده جزء من العلاج لكن ما يعرضش نفسه لحاجات غير استثنائية عشان ده تهيمرده اكتر يبقى الظرف اللي محيط بالمريض جزء من العلاج فيبقى هي لو كانت بتعمل الكلام ده بس هي عملت شيء اسعد انت بتسألين دلوقتي ده حرام عليه قال لا هو لو كان مكتوب لها تلت جرعات هي قزت نفسها بان هي كان بتاخد جرعتين ويسابت الجرعة التالتة لان هي المفروض تعمل تلت جرعات دول طيب لا هي اخدت جرعتين والجرعة التالتة اللي كانوا الناس متصدقين ومدينها الفلوس كانت بتجيب اكل وشرب وبتعيش عشان تقدر تاخد الدواء وتقدر تعيش حياتها بشكل صحيح فهي ان كان ده من هذا القبيل ان هي صرفت على اكلها وشربها وعشان هي تقدر تكون في حالة صحية جيدة تستجيب للدواء اللي هو الجرعتين فدوات جائز ودوات من جملة من جملة الايه من جملة التداوي وده شيء مهم فهي معلقاء الزنب وأرجوكي الحالة دي ممكن تكون فيها حالة وسوسة ان شاء الله نحسن الظن ان شاء الله نحسن الظن في جدتك ان شاء الله وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكون غفر لها وان شاء الله لو كانت توفيت بهذا المرض يكون ربنا سبحانه وتعالى كتبها في شهداء الثواب وان شاء الله ربنا يخفر لها ويجعلها ان شاء الله في فسح الجنات مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بقى فاصل ثم نعود مرة ثانية لنستكمل أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك ومنها سؤال بيقول أنا اتجوزت من فترة إنسانة كويسة ومحترمة جدا بس كان فيها حاجات أنا ما حبتاش وأنا متجوز دخلت شخصة في حياتي وأنا دخلت حياتها أعوذ بالله من الشيطان العظيم يعني المسألة بقت حالة من حالات الخطأ المركب وأنا دخلت حياتها طبعاً ده تعبير بسيط عن اللي حصل طبعاً أنا خربت بيتي أنا خربت بيتي عشانها وهي كمان خربت بيتها عشاني لا حاول ولا قوة تقولي بالله وهي كانت صاحبة مراتي لا حاول ولا قوة تقولي بالله وأنا صاحب جزها وإحنا دلوقتي متجاوزين بس أنا ما بقتش مرتاح معاها وحاسس بالزنب من ناحية مراتي القديمة ومن ناحية جزها والزنب مش مفارقني ولا بقيت عارف أمشي بقيت عاوز أنام عشان ما فكرش خالص ونفسيتي تعبد ومش عارف أعمل إيه ولو سبتها هي كمان هشيل زنب أكتر ولا لا بالله عليك رد علي يا عم الشيخ والله نفسيتي تدمرت طبعا وفي تفاصيل كتيرة هنا زوجتك الأولانية دي عندك أولاد منها ولا لا الحياة التانية زوجتك الأولانية دي أنت بتقول خرابت بتاعة يعني حبيته بعضه فكل واحد اختار إن هو يسيب ده ولا أنت فضلت تعمل لها المكايد عشان تبوز له جوازتها يعني أنت خرابت بتاعة على جوزها ولا لا لو خرابت بتاعة على جوزها أصلا في مقال أصلا في زواجها كنت أنت لما كنتش خرابت بتاع على زوجها ولكن هي تعلقت بيك فخافت تقع في الحرام فاتطلقت من جوزها وإنت كمان تعلقت بيها في تطلقته من غير ما أنت تتدخل وتفسد عليها حياتها حبكم هو اللي خلاكم اخترته اختيار الطلق ده فساعتها مش هيبقى هي دي المشكلة لكن المشكلة في الحقيقة هي قسر خاطر الزوج وقسر خاطر الزوجة أنا مش قادر أقول إن انت خببتها على زوجها ولا لا الكلام فيه إشارة لده لكن ما أقدرش أجزم بده عشان إحنا عندنا جواز قائم دلوقت فالجواز القائم ده مش هنتعامل معه بالإيه بالشك ولذلك لو سمحت اتصل بيه لكن خلينا نتكلم دلوقت إحنا فيه جواز قائم هذا الجواز القائم إنت واضح إن انت محتاج فيه بسرعة إن انت تتوب إلى الله وتروح للطبيب نفسي على طول كده لأن اللي انت فيه ده بدل بقى فيه خلل في مسألة النوم أنت بتقوله أمشي بقيت عاوزة نام عشان ما فكرش خالص ونفسيتي تعبت لما يبقى فيه أي خلل في مسألة النوم يبقى بتنام كتير أو ما بتنامش بتنام كتير أو ما بتنامش فيبقى هنا فيه خلل فيه اضطراب والاضطراب ده قضية النوم من أهم علامات الاضطراب النفس فأنت محتاج تروح لحد يدعمك دعم نفسي لكن أنا بقولك توب إلى الله وفي الحالة بتاعتك دي لو إن زوجتك الأولانية دي عندك منها أولاد وإنت حسس إن أنت بتضمر حياتهم رجع رجع ليه بقى؟ لأن القضية مش قضية إيه؟ أنت طلقتها بس أنت كده بتدمر كمان لأولادك فحافظ على أولادك ومرجع زوجتك الأولانية واطلب منها أن تغفر لك اللي أنت عملته ده أن أنت وهي كانت معاك أنت كنت بتخدعها ما بقولكش إن أنت عملت شيء لأن أنت ما قلت ليش في السؤال ده إن وقع بينك وبين زوجتك الحالية أي شيء ولكن أنت كنت بتخدعها وكنت بتستغل إن هي وثقة فيك وثقة في صديقتها وكنت وأنتو الاثنين بتخدعوا زوجتك فيكسر خطرة والحالات الصدمة اللي زي دي حالات صدمة شديدة ولذلك لازم أنت عشان نفسك تطيب وما يفضرش الواجع ده عندك لازم تروح تطيب خطرها إذا كان معاكم أولاد أنا بقولك إذا كان معاكم أولاد حاول ترجعها لأن أولادكم ملهمش ذنب في كل اللي أنتو بتعملوه ده مع بع هتقول لي ما أنا جايز في الحقيقة ما هو ما تكونش راضية بيه بس أنت لازم تعمل ده لأن ده جزء من علاج خطرها جزء من جبر خطرها أن أنت تحسسها بأنك أنت أخطأت بحقها أخطأت بحقها لما طلقتها لا لشيء إلا لأنك أنت حسيت بأن أنت مش قادر تكتفي بيها وديك النتيجة هو دلوقتي أنت عندك إيه؟ كمان زوجتك دي أنت مش قادر تسق فيها عارف ليه؟ لأن أنت بتقول كده وده وتياريت كل اللي سمعني وأنا عارف أن الناس كتير بيسمعوني وبيحبوا محتاجين للي أنا أقول لهم الكلام ده أي حد هيفرط في شريك حياته عشان يروح لحد تاني حتى الحد ده لو ارتبط به هيفضل يشك فيه طور حياته عارفين ليه؟ لأن الرجال هتقول كده اللي اتفرط في شريك حياتها وأسرتها وبيتها وأولادها هتكرر ده معاية تاني لأن أنتوا بتعملوا الكلام ده اسمعوا بقى بينزع بركة الإيه؟ بركة الأمان من قلوبكم فبيحصل إيه؟ بيحصل يتولد الشك والنفس الأمورة بالسوق بتتمكن من الإنسان وتتغير عوائد الإنسان وتتغير شخصيته كأنه تبدله بقى إنسان تاني ليه؟ عشان اتنازعت من قلوب البركة وضيعنا الأهل والولد فعشان كده لابد أن احنا نتقل الله سبحانه وتعالى في نفسنا تسألني أعمل إيه؟ توب إلى الله سبحانه وتعالى وحاول ترد مظلمة زوجتك اللي أنت ممكن تكون طلقتها وإنت لها ظالم زي ما أنا واضح من كلام حضرتك فأنا شايف إن إذا كان فيه أولاد الرجوع شيء مهم جدا يكبر خاطرة ويحافظ على أولادك السؤال اللي بعد كده بيقول مرة أنا ما كنتش بقضي الأيام اللي علي اللي أنا كنت بفترها في رمضان الكلام ده بقاله 14 سنة على العلم ما كانش فيه عز إني أقضي بس الحمد لله ابتدت أقضي اللي علي فأنا عايزة أعرف هل فيه كفارة ولا لأ ولو فيه إيه هي لإني أنا سألت كذا شيخ اللي يقول فيه كفارة واللي يقول لأ فأنا محتارة فبعد إذن حضرتك عايزة أعرف الصح وجزاك الله خيرا وشكرا لحضرتك إحنا عندنا الفتوة المستقرة عندنا في دارة الإفتاء المصالية هي إن نفتي بأن الإنسان اللي تعلق بزمته هو إيه اللي تعلق بزمته هو أنه عليه أيام يقضيها ده ماذا بالسادة حنفي إنه هو عليه أيام يقضيها حتى لو مرت سنوات وما قضاش الأيام اللي عليه فيقضي الأيام بغير أن يضم إلى الصيام صيام القضاء ده بغير أن يضم إلى صيام القضاء كفدية فيبقى إيه اللي حاصل يبقى على طول يبقى تصوم الأيام اللي عليك بدون ما يبقى هناك فدية أو كفار خلاص يبقى هنا يبقى تصوم الأيام اللي عليك وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يتقبل ويغفر لك السؤال بعد كده من حساب ميدو بيقول بقى حاجة أنا شوية هتوقف عندها بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو حضرة الشيخ الارتباط على الفيسبوك حرام أم حلال أنا سمع أن حد يعني الارتباط على الفيسبوك يعني إيه الارتباط على الفيسبوك هل تقصد أنه تبدأ تتعرف بحد بقصد أنه أنت تتزوجه ولا أنت تقصد أن الارتباط على الفيسبوك أنه إحنا نكلم بنات والبنات يكلموا أولاد على الفيسبوك ويبقوا عندهم حالة من حالات أنه في بيننا علاقة فأنت إحنا نتنين مرتبطين مرتبطين يعني إيه لا هو خطوبة مرتبطين يعني إيه لا هو كاتب كتاب ولا هو جواز وما يعني إيه مرتبطين يعني متكلمين على بعض زمان كان عندنا مصرح كده دايرين على بعض طب وده يعمل إيه هذا الكلام في ذاته وإن لم ترتكب فيه محرمات فهو ليس حرما في ذاته لكن ممكن يكون حرما لغيره يعني إيه ليه حرما لغيره كم الوجع والألام والتعب النفسي والشك وعدم الثقة في النفس وتدمير الحياة كم ضخم الحياة دي بتبقى خفيفة بس في بعض الناس بقوا عندهم هشاشة نفسية عندهم هشاشة نفسية عشان محدش يجي يقول أننا بمنع التواصل لا 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 خالص أنا مش ممنع التواصل أنا بمنع أن الناس يدخلوا بعض في علاقات ويكسروا قلوب بعض ويقلموا بعض ويبهدلوا بعض العلاقات اللي هي اللي تبضيت على الفيسبوك والحياة اللي زي دي لو كان اللي تبضى والله أنا معجب بيكي وبحبك وعايزين نفضل مع بعض ونتكلم مع بعض وأحكيلك يا نهرى بيض أحكيلك طب وكشف العورات أنا مش أصدي كشف العورات إن الناس تعمل كشف العورات كمان لا ده حرام حرام صريح لكن كشف العورات العورات النفسية كشف الأسرار الأسرار اللي الناس بتقعط تحكيها لبعض طب بيحكوا ده لبعض باعتبار إيه باعتبار إنه واحنا مرتبطين فتحكي بقى حاجات كتيرة وياما حدث الابتزاز من وراء الارتباط ده حكيت له فبعد كده مسك اللي هي حكيته له ده زلة عليها فإن اللي حصل فابتدى يعمل إيه يحاول يبتزاه فيا سادة لا إذا كان الكلام في هذا الطريق وفي هذا الأمر فلا اللي عايز يرتبط طريق الارتباط معروف اللي عايز يصير في مسائل الجواز طريق الجواز معروف لكن الارتباط اللي من النوع ده أنا شايف إنه دوت شيء محزور وما يكونش كده أبدا لأن الأشياء دايما أقول لكم قاعدة كده في العلاقات العلاقات الخفيفة بيستخف في بيها الناس علاقة على الفيسبوك هتبقى علاقة خفيفة أي حد ممكن يستخف بيها وبعد ما يستخف بيها إيه اللي يحصل يكون بقى الناس تعلقت والقلوب تواجعت وحصل الأزى اللي مش ممكن إنسان في بعض الأحيين يتحمله فده ممنوع يا سيدة احنا تكلمنا عن إزاي نستعد ونستقبل رمضان استقبال رمضان مش استقبال حد عادي استقبال رمضان ده استقبال نور وبركة وفضل ونعمة رمضان ده دي الهدية ربنا سبحانه وتعالى خبهنة والأنوار اللي في رمضان أنوار ما تتفوتش مش ما تتفوتش عشان هي كتيرة ما تتفوتش لإن هي فيها خصوصية فيها وسط فيها سر خلوا كل يوم في رمضان عندكم سر مع ربنا خلوا كل يوم في رمضان فيه نور ما يسبقش في اليوم اللي قبله ويدخل قلوبك إيه وعتفوت يوم من رمضان إيه لو أنت بينك وبين الله مناجاه خلصة من قلبك وعتفوت يوم من أيام رمضان إيه لو في خدمة قلبك ساعد إن ربنا شاف الخدمة دي وإنت بتخدم عين من عيالي يا سادة احنا محتاجين رمضان محتاجين رمضان عشان نستعيد الابتزان محتاجين رمضان عشان تطيب الخواطر وتطيب القلوب محتاجين رمضان عشان جبر الخواطر محتاجين رمضان عشان نتخلص من الوجع يا رب نسألك أن تجعل هذا الشهر شهر نور وبركة وأنت ستنظر لنا في أول يوم في هذا الشهر فنسألك يا مولانا إذا نظرت إلى قلوبنا فوجدت فيها مسقال حبة من خردل من وجع أو ألم أو ضيق أو حرج أو كآبة أو قلق أمحو كل ذلك واملأ قلوبنا بوصلك واملأ قلوبنا بأنوارك اللهم اجعلنا على أخلاق أهل الجنة وجنبنا يا ربانا قبح أهل النيران وجعلنا في حسن من الشيطان وارزقنا في كل ذلك الإيمان والاتزان وأن نكون من أهل الجنان يا رحمن يا ودود يا كريم اجعلنا من ننحاز وفاز برمضان يا رب العالمين